اشتركوا في القناة سبع تخليكم تدخلون الفردوس الأعلى اكتبوا اكتبوا يمكن تنسون اكتبوا مهم هذا إلا أنت تتعينكم ما تبعون الفردوس الأعلى أول شيء الإيمان اثنين اكتبوا الخشوع في الصلاة اه ما رأيكم في الصفة الثانية أنتم منها لها خشوع في الصلاة ما يعني خشوع في الصلاة تأديها بطمانينة وتتفكر في معاني ما تقرأ مش معنى سبحان الله سبحان ربي العظيم سبحان ربي لعلى الله أكبر وتؤديها على وفق سيرة على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة سهلها الثانية طيب الثالثة الإعراض عن اللغو والكلام الذي لا فائدة فيه والأعمال التي لا فائدة فيها أي كلمة ما لك فائدة فيها لا دنيا ولا آخرة تتركها عشان تكون منها للفردوس الأعلى كلام في فلان أو فلان أو الحديث فيما لا ينفع أو الألعاب التي يلعبها للإنسان يتركها هذا الأقو عرفنا الخصلة الثالثة الرابعة أداء الزكاة اللي عنده مال تجب فيه الزكاة الصفة الخامسة حفظ الفرج تنتبه فرجك فرجك الصفة السادسة الأمانة الشهادة تقومها أي شيء تؤتمن عليه عملك أمانة دراستك أمانة إذا وصيت بشيء هذا أمانة إذا استحفظك لإنسان شيء أمانة الخصلة السابعة وهي الأخيرة المحافظة على أداء الصلوات فجر الظهر العصر المغرب العشاء كم صفة سبع يقول الله عز وجل ودأفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك أولئك هم العدو والذين هم لأماناتهم jän أيش والذين هم على صلواتهم أيش حافظون أولئك وارثون يريثون ماذا فردوس وهم فيها خاردون أسأل الله يجعلكم من أهل فردوس أسأل الله يعينكم على أمفسكم أسأل الله يعينكم على أمفسكم يجعلكم من أهل الفردوس هذا والله أعلم وصلى الله وعلى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسريما كثيرا